بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى لأفضل صلاة والتسليم سلام حبيباتي لكم وحشة كبيرة إن شاء الله تكونوا كامل بألف خير لفيديو تاع نهار اليوم نحن نبدوها بهذا المفين هذا ما ليران بالدوق تاع الشوكولة راح نديرهم طريقة تحضير بزاف سهلة شوف كيفاش يجوا فخفخين هيلين اسفنجيين رطبين من أروع ما يكون محشين بقطع تاع الشوكولة سوداء طوب جي توب يا البنات نعطيكم حتى طريقة تحضير هذوك الأكواب الورقية نبدو على بركات الله أول حاجة نحن نحضر هنا السوائل عندي كاس ناقص أندواء تحليب يكون دافي خلطوا مع كاس مو أندواء تاع الزيت نخلطوهم نخلوهم على جيهة من جيهة واحدة أخرى داخل الخلاط حطيت ثلاثة حبة بيض في دراجة حرارة الغرفة كبار في الحجم رشة ملح نحن نضربوهم مع كاس وثلث كاس تاع السكر سكر حبيبة نا ما تقولوش كمية السكر راهي بزاف هذوك هما جوا هاي لينخياتي لأنو عدنا الكاكاوراهومور وعدنا تاني بزاف تعمو كوينات نضربوهم بالخلط ملح ملح حتى الخلط دينا يضاعف الحجم أديالو من الفتحة هذي كتاع الخلط نزيدو الحليب والزيت اللي خلطناهم حتى يندمجوا مع بعضهم البعض ونتحصلوا على هذ الخلط الرغوي اللي فرختو هكذا في غي سيبيون هني رايحة نزيد عليه علبة ونص تاع ياوغت الطبيعي لروغاني بالخمائر وهو تاني يزيد يعاوننا في الخفة تاع هاد لي موفين هادوما نزيدو المواد الناشفة عندي زوج كيسان فارينا وعدنا ثلاثة ملاعق كبيرة مع مرين تاع بودرة الكاكاو عدنا ايضا كيس ونصف تاع خاميرة الحلويات خمستاشن غرام خاميرة الحلويات وعدنا تاني رشة صغيرة تاع بيكربونات الصودة ولا على رس المغرفة حوالي ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودة نكملو نخلطو كلش بالفوي اليداوي نخلو الخارطة دينا على جانب وبعد هنا نشوفو مع بعض طريقة تحضير الاكواب الوراقية هادي اللي تعطينا منظر بزاف شباب اللي موفين دياونا ولا الكابكيك ناش كيما اشتوا معايا في الول درت مربعات لطول الضلعة ديناهم خمستاشن سنتيمتر اكوشتو الطريقة من الاحسن قطعوهم بالميستارة ما تقطعوهمش بالمقصة حيجوكم شابين خير وخير بعدها البنات كل ورقة نتبقوها على زوج وبعد نعودو نحلوها نزدو نتبقوها على الجهة المعاكسة يعني حتى ونتحصلو على علامة زائد في المربع دينا نحطو الورقة دينا فوق كاس يعني نحاولو نديرو الكاس ليكون قد الحجم تعلمو اللي حنطيبو فيه هاد اللي موفين هادوما كيما اشتوا طريقة التشكيل من كين هادوك الخطط نبليو الورقة دينا لازم نروحو كامل في نفس الاتجاه كشغل تكون في مرواحة يعني هادوك كيما نتبقو هادوك طبقات هادوك وبعد نزلو نضغطو مليح مليح هاكدا بكاس واحد اخر حتى يخرج لنا هاد الشكل الراقي وشباب الزاف اللي راهو دير حالة تا هاد الاكواب الورقية بعد ما شكلتو وبعد ما وجدت الاكواب الورقية ديالي هنا يا جبت لاباتا غلاسي ديالي شوكاس اللي رايب ذوقت ع شوكولان واخ خديت ستة قطع منها راني رايح انقطحها الى مربعات تكون صغيرة نشوفوا معايا الشوكولات ديالي يعني تقطع بكل سهولة هاي لابزا بزا بزا وهاد الدوق والشوكولات نواغ هادي حتعطيني واحد الدوق اكثر من رائع كيما نابلكم الشوكولات نواغ ديمن ما تكونش حلوة بزا لذلك يعني مش حتزيدنا الحلاوة ولا كشو اللي حتقهمنا فهاد اللي موفين هادو هنا هادك الشوكولات بعد ما قطعتها الى مربعات ندير عليها مغرفة كبيرة تا فارينا نغربلو هاديك الفارينا الزائدة هاكدا بهاد الطريقة راح هادو قطعتها الشوكولات ما يهبطو الناشل تحت كامل في هاد الكوب كيك دياونا يعني راح القطع يبقوا باينين بعدها زدتهم لبنات نخلطو خلط خفيف هنا باش نفرغ بكل سهولة الخالط اللي تحصلت عليه فرقتو هاكدا في طاس ونفرغو الكمية اللي نحتاجوها حوالي تلت اربع ديمن نخلو قسمة يعني ينتفخو نطيبوهم في فرن ساخن او ميا وسبعين دراجة مئوية حتى يطيبو ما يطولوش هنايا ياخدو لكم الوقت حوالي عشرين دقيقة الى خمسة وعشرين دقيقة مقبلنا يعني ما نطفيو عليهم الفرن ويعني نخرجوهم الفرن تأكدو بواسط ام بيك لازم يخرجونا ناشفين هنايا القطع هادي كتاع الشوكولات كانوا بقاولي 4 حبات خديت زوج حبات دوبتهم في الميكروند زدت لهم شوية ملياوغت الطبيعي اللي كان بقالي نذكركم درنا باطا ونص كانت بقالت لي شوية درت منها حوالي مغرفة كبيرة خلطتهم مليح مليح ودرت خطوط فوق هادوك اللي موفين وبالنسبة هادوك زوج دي بقاولي تاني دونك لازم نستغل كامل العلبة اكو تعرفوا الشوكولات يعني هي السر تعلبنا واحتمدنا اكيد دوقب الزفايل خاصة انتو مع عشقة تاع الشوكولات اكوشتو كيفش قطعتهم هادوك شرائح تاع الشوكولات بواسط هادوك القطاعة ولا هادوك اللي تقشر الخضر وزي انتو درت لهم الفوق رشة تاع بودرة الكاكا وهاملك هنا شفو الشكل دي لهم ستقوني عندهم واحدة طراوة رهيبة واحدة البنة يعني من اروع ما يكون واحدة الوصفة بزف هايلا لازم تجربوها وكيما العادة ما تنسوش دايما تشاركو لي تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام هاكدا باش نحطوهم في الستوري لاني نفرح بزف 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 اديالكم نجحكم في الوصفات كيما يقولوا هو سر او لا هو النجح اديالي اه بالنسبة اخواتي للبلندر يعني اللي خلط فيها هاوليك هنا لامارك سوني فايف اكوشتو العالم الالماني طوك صناعة المانية تحصلت عليها من عند لاباج فيسبوك اي انستغرام فتافي تديزت هاوليك هنا اياه باللون هاداك الاحمر والاسود بزف شباب واحد البلندر بويسو اخواتي كيشتو مع العلبة شوفو خمسالاف نوات يعني هادي لأول مرة نخدم بلندر بهاد القوة هادي تح خمسالاف نوات شوفو معايا الطاس ديالو سوليد راهو شتو ذاك الفيس اه في الاسفل يجي كامل اينوكس يعني دونك راهو سوليد يرفض كين نعمروه كامل حتى الفوق يرفض زجلي ثلاث اونس يعني حاجم عائلي الله يبارك ما شاء الله هدا هو جوان ديالو نديرو هنا يا باش ميخرجون نش السوائل اذا كندرنا عصائر ولا حاجة هادوك الليلام الداخل فيه ستة وفيه زوج تعليلام يجوك شغل كيم المنشار هكدا باش يقطع ويكسرنا ديقلاسون ولا يرحلنا توابل ولا مكسرات ولا ويجي معا تاني شوفو هدا حجم صغير هاوليك احتوه فيه ستة تعليلام هنا تاني سوليد بزاف البلاستيك ديالو يطيحو ما يتكسرش يعني حاجة ما شاء الله ايجي معاكم تاني هدا هدا البغا هدا باش نخلطو المكونات الداخل سوليد البنات شوفو يرحي جميع انواع تاع التوابل يرحي القهوة هدك الصغير هدك هو اللي نخصوه التوابل والقهوة وكامل يرحي هدك الصغير تاني يرحي لكم حتى البصل يرحي ايضا اللوحوم يرحي كما قلت لكم يديرنا العصائر كل انواع تاع العصائر يعاون نديرو به البغرير الكيكات يعني عملي بالبزاف هنالبنات اون اوف وانشعلو وانطفو بالنسبة اللي فيتاس شوفو معايا كاين 15 فيتاس يعني السرعة هائلة الله يبارك اما هذا البوتون اللي راو جاي منا عليامين حتى هو اون اوف ولكن هدك للخلط المتقطع يعني احنا اللي نتحكمه نحبه نطفيه ولا نحبسه التخلط ولا يعني نخلطه وعناش الله تكونوا افهمتوني ليسانسية الاخواتي حاجة ما شاء الله يعني واحد اللي بخدوي اللي ما عنداش بلندر نصحكم به سوليد وخاصة انه سعر دياله هايل راهو بتسعمية وعشرين الف والتوصيل راهو مجاني لكامل ولاية الوطن ارقام الهاتفاني خليتها لكم هنا في الشاشة تقدروا تتواصلوا معاهم ولا حبيتوا تستفسروا على اي حاجة تقدروا تتواصلوا معاهم لمدة 24 ساعة اعلى 24 ساعة وهو ما في الخدمة اديالكم شوفوا العاصر هادا اللي درتو خرج روعة يا البنات ما صفيتوا ما والو خرج من اروع ما يكون عاصر تعمو خيطو يعني اللي مال فنديرو معاكم وشتو هادوك اللي اللي درتو همام عاصر القارس كان مجمد يعني ارحا كلش حاجة ما قعدت هنا قوت لكم هاداك صغر تاني شوفوا معايا نقدرو هادا تاني نرحيو فيه المكسيرات شوفوا اللي احبيتو يرحيلكم كاوكا ويكون رقيقي يرحيلكم اما اذا كان حبيتو تديرو مثلا زبدة الفول السوداني راكو راحين نديروها في رمشتعين زيدو بركم غير فاتع زيت للكاوكا وديلكم وكملو ضربو هنا كما كتوفوا معايا ان نستعمل هاداك اللي بوتون يجي على اليامين هادا كما قوت لكم باش نخلطو بطريقة متقطعة هاوليك شوفوا الناتيجة يعني في رمشتعين يعني يرحي ما شاء الله اخواتي وحاجة سولي تاني دونك اي وحدة ما عنداش بلندر نصحها به دوكا اخياتي نروح نشارك معاكم بعض اللقاطات من روتين تاعيتها يوم امس هنا في الاول نشارك معاكم مع الصبح العناية بالبشرة ديالي خاصة دوكا احنا ارانا يعني مع الصيف هي بدأت سخانة كتعفوا باش نتفادوا هادك الكحولية والبوقع الاخوات التاني اللي عندهم الكنف اللي عندهم اثار تحبوب الشباب اللي تحبتاني تتمتع بالرطوبة تاع البشرة ديالها اللي تحبتاني تتمتع بهذيك النعومة وبخاصة هذيك البشرة اللي تكون ضاوية فهمتوني يعني عليكم على هادلي سيروم تاع سوريلا اللي كنت شاركتهم ديجا معاكم رهم متوفرين اخواتي يعني انا راني صدقوني ما نستغناش عليهم تانمون نتيجة كانت مو بهرة اللي تحصلت عليها الناس اللي تستعمل الغيتينول كامل يكو على بلكم راهو ديكنسي في الصيف دونك لازم نتفاداوه تقدروا تستعملوا السيروم تاع سوريلا راح يكون باديل اكثر من رائع عدنا السيروم تاع النهاري اللي بناتاكوشتوه معايا هدك هو اللي درتوه مع الصباح نديرو بعد ما نغسلو وجهي ننشفوه يعني البشرة تاعنا لازم دايما تكون انقية يمد واحد الاطلالة كما قلت لكم يخلي وجهكم مشرق ضاوي نحيلكم هدك الباهاتان الترطيب اكثر من رائع اما السيروم الليلي وش نقولكم تاني نديروه مقبل ما نرقدوه على بشرة تكون نقية سدقوني راكوا رايحين تحسوا كتنودوا الصباح بواحد ترطيب اكثر من رائع خاصة الناس يتعاني ملك النف وهدوك اللي تخاصي حب شباب وكامل رح يقضي اعليهم وهده بفضل فيتامين سي اللي راهوا فيها يعني راهي مواد نقولوا 99% طابعية هدلي سيروم تاع سوريلا بالنسبة للسعر ديالهم اخواتي دارو 360 الف والتوصيل متوفر لكامل ولايات الوطن اذا كنتوا حابين تطلبوهم وتستمتعوا بشرة نظيفة نقية ضاوية حنخليلكم رابط الاستمارة في صندوق الوصف معليكم برك تعمروها اسم اللاقاب العنوان الرقم الهاتف ديالكم وهما راح يتواسطوا معاكم من اجل يعني تأكيد الطلابية خياتي دوك هنكملو هنا شغلنا يعني بعد ما تهليت فلابو ديالي الله الله ورطبتها بيان بيان رحت هنا يا الشغلي كيما العادة اول حاجة لحويج داخل الماشين استعملت لايف هذا اللي راهوا بالقوة بتاع خمسة انزيمات اللي راهوا بالعطر تاع الخزامة تاع الالفوند بلا ما انسى دايما المعطر تاعي والمناعم وش نقولكم ما نستغناش عليه تاني يعني نمشي يوم دايما كيف 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 كيما نقولكم زويجة تاع مناقش هو الوجه الماشين مع لا سو بريسان اديالي صراحة نشوفه ينحيلي هدك التكماش اللي يكون في الحويج وخاصة التعطير اللي وش نقولكم ريحة ما شاء الله بالنسبة للبروغرام استعملت ميكس لانو الحويج وش نقولكم كانوا مخلطين خليتهم هنا يتغسلوا كملت وليت هنا السالدوبا تنظيف يعني كيما نقولكم اليومي كيما العادة يعني اشياء اللي لازم يوميا نديروها هو تنظيف الحمام الحوض المرحض اكرامكم الله يعني من الاشياء اللي لازم نطفوها يوميا هنا در ترغيوها بالبلوجه الموسون هدا جافل تاع ستيك اللي رو بالعطر تاع الكاليتوس اللي وش نقولكم تاني يمد واحد الريحة والانتعاش كشغل تاني كشغل يحفزك على الشغل من هديك الريحة تاعو لي تبعت ريحة عن النقام يعني صدقوني مما يلا عندكم لافابو ديالكم صفار لكم ولا حاجة راح يعود يرجع له هديك البيوضية اديالو اهنا يا بعد ما شلت كامل حالا نشفو دايما لافايونس ديالنا وكامل ما نخلوش في هدوك اللي تخاص تعلمه باش نتفاده وتشكل ترسوبة هدوك تعلمه والكالسوقة بعد ما كملت مصال دوباء عاوت وليت للكوزينة بعد ما غسلت يديه ونقيت يديه بيام بيام هكدا باش نتفاده ببعض التعليقات هادي هي قدرت هنا يا الاما عنتاعي تغسلو بس كنتح نديرها في الليل ومبعد كانت ما زال ما تعمرت مليح قلت خلي يعني مع الماء عنتاع الصباح تع القهوة وكامل هكدا باش نتعمر هكدا باش ما نخسرش كيم يقولو بزاف الماء وما نخسرش هكدا كليباستي ديالي يعني من الاحسن سينا واحدة تعمر لها ماشين قدينا باش نخدموها اكوشتوا معي درت هدو كليباستي تاع الستيك لما استغناش عليهم الحمدلله دو كانت هنينا من هدو كليباستي الغاليين وبعد هنا كانت عندي شوية تاع الفريزة حبات هكدا يعني مشي كميه كبيره اخسلتهم يعني كوت حيرة واش ندير بيهم يا اما تغطو فخاز ولا كوتاح ندير كون فيتور كوم كونتيتي ما كانت بزاف وليتقولت ندير بيهم ديقلاس كانت واحدة لوصفة شتا وعجبتني بزاف قلت في نفس الوقت يعني نشاركها معاكم غصلتهم عقمتهم بالخل بعدها قطرتهم بيان البنات ودرتهم داخل كيس بلاستيكي ونحطهم في المجمد هنا ازت معهم تاني حبابانا يعني هادي مني حاك يكونوا عندنا ليفخاز بزافو كامل نديروا هاي الطريقة هادي يا اما نديروا ديقلاس ولا عصائر هكدا تمتم في الصيف وقع يعني حاجة ما شاء الله حاجة اللي كيم يقولوا اذا كان خبيناهم هاكدا قطع في الكنجيلاتور رانا راحين نلقاها للعصائر لطاقت الكلش هنا يوم بعد دلت رغيوة هادو كل المعنات اللي كانوا عندي باش هاكدا ما يتراكموش عليها باسكو ديج اللافيس هذا راي يغسل نوك بقولي غير هادو ما لازم ننحيهم التريق هاكدا باش نتفادة كيما نقول لكم دايمن هادا كل ليفيا اللي يكون دايمن اما عمر دلت لهم رغيوات وجوب الوجال هادا تعلما عن تايتا اللايف اللي غني بالبيكاربونات ويقضينا على كامل الاوسخ ويرغون روعية البنات اهنا دوك راح نشارك معكم مفطوري اللي كان فري توملات الوصفة الجزائرية دينا الاكلة الشعبية هادي اللي نحبوها كامل يعني كبرنا عليها تربينا عليها يحبها صغير والكبير والغاني والفاقر يعني صندويتشات تاع فري توملات ما كاش ما اروع منهم انا شوفو انا يا قطعت شوية بصل نقطعو هاكدا برك بالموس درت عليه شوية ما عاد نوس نزيدو البيض عادنا ملح وعدنا شوية تاع فلفل لكحل هادا ما كان نخلطوهم هاكدا نضربهم امليح مليح في نفس الوقت انا كنت قليت بطاطا اه قطرتها بيان يعني تخلص من هاديك الزيت اللي تكون فيها ومباد هنا يجب تمقلا يعني من الاحسن تكون مقلا لي متل السقش على كل حالة كنت تعرفو كامل فري توملات ما انا نحب نديلها هاكدا شوية بصل شوية ما عاد نوس دي فاكت كن هاكدا فيونداشي تاني نقليها نزيدها معاها ولا بقالي مرسو جيج بار اكزامبل هاكدا نفتتو تاني نزيدو احتخرج لنا فري توملات بزافة بنينا هنا يمباد حطيت الفري تديالي فرقت علي هاداك الخالد تاع البيض هناني نزيد نفشش فيها كتر وكتر شوية فخوماش هاكدا بلوم قطع الى قطع تكون صغيرة نغطي عليها شوية نتاكد انه يعني باللي راهي مايش تلسق نقلبها في صحن هاكدا نعود نرجحها تزيد الطيب على الجهة الاخرى حتى تتحمر يعني وطيب بيان ويشوف هاداك البيض هايليك هناك فججة تشاهي هادي فري توملات مكمل قريتها في الاخر كامل نزيد لها شوية تاع الجبن المبشر يعني هادوما الاضافة كامل نزيدهم كيكونوا متوفرين عندي فضايا لما كانش عندي ندير غير فري تولبيض وهي تجيبنينا يعني بلا ما نديرو كامل هادوك المكوينت هايليك هنا ياني قسمتها يعني جيت شاهي كاسكروت الله الله فري توملات مع شوية هريسة من اروع ما يكون ومن اسهل ما يكون يعني هادي فصف تسلك هاكدا ليسوندويتش كي نكونو كارهين عيانين ماكاش واش نطيبو ولا نكونو مشغولين ولا يمكن خرجنا ولا يعني اتسلكنا ان شاء الله طريقة اعيدكم نالت اعجابكم وانتو ما اذا كانوا مارفين تحضروها بطريقة واحد اخرى ولا عندكم هاكدا عفيس واحد اخرى ولا شركونا في ليكومونتغ طريقة التحضير اديالكم ادوكا نروحو الوصفات تا ليجلاس كي ما قلت لكم واحد ليجلاس نحن نديروهم بذوق تا الفراولة راح يجو من اروع ما يكون حتى بنسبة المكوينت ما فيهمش مكوينت يعني صدقوني احسن من تاع المحلات بالف مرة حتى الحلاوة ما يجوش حلوين دوك الناس اللي تتشها ليجلاس تعبرها وكتعرفوهم فيهم بزاف مواد حافظة ومعلا بنا شوش فيهم والسيختو يجو بزاف حلوين دوك توما تقدو تحضرو هاكدا في الدار وما يجيش حلو وراك ورايحين تستمتعو فيها تصيف بدي جلاس بزاف بنا انا اليوم استعملتهم بدوق تعليف خاز انتو ما تقدرو تغيرو في الفاكهة اللي تكون عندكم تقدو تديرو خوخ تقدو تديرو لامونج يعني وش يكون متوفرة عندكم يمكن حتى الكيوي هنا البنت باش نحضروهم راني خرجت من المجمد هاديك الفراولة اللي كنجليتها يعني نخلوها تكونجلى على الاقل واحد هاكدا الساعتين ولا المهم حتى تحكم روحها ندرت انا كمية هنا في البلندور ديالي محبيتش ندير كمية كبيرة يعني وهادي طحت فيها الباركة درت ليقوا جباطة كي مشتوا معايا زدت عليها حوالي نص كاس تاع بودرة الشانتيه هنا البنت تقدرو تزيدو شوية عيوغت طبيعي راح تعاونكم باش البلندور ديالكم يرحلكم بيان هنا سيختو كيكونو هادو كليف خاز يكونو بزاف يعني جمدو بزاف بزاف كيما انا في هاد الحالة هادي تقدرو تزيدو تاني شوية تعليك خام فخش هادو مع اضافات او ممكن تزيدو شوية حليب تاني هنا لكم الاختيار هنا شوفوا معايا يعني انا شوفوا باسكو تالما اللي كانو مقراسين كيما قلتلكم كيما يقولو خداولي شوية الوقت باش يترحاو اوغوزما يعني بما انو هاد البلندور شغل بويسا شوفوا كيفاش ارجحهم لي ما شاء الله بالرغم اني اكشتو هادو كليف خاز يعني ادرتهم حبات ما قطعتهم شميم با وهاكدك شوفوا معايا الخاليط اللي تحصلت علي ديجا هاكده ستقوني تقدرو تاكلو بنين بنين من اروع ما يكون هاكده سيوك بلاس ايجي روعة 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 مئة اناس تكملت هاكده درتو في بورت مانجي اندخلو قبل للمجمد باش يزيد يحكم روحو من الاحسن هاكده باش يجيبني تقدرو في نص المدة تاعت تجميد مثلا بعد ما يجوز عليه زو تسوية او لا ثلاثة تخرجو البطا ديالكم المجمد تعاودو تحركوه هاداك الخاليط وتعاودو تدرجوه للمجمد راح يجيكم ستقوني من اروع ما يكون هاداك الوقت اللي انا هادوك اللي غلاس راهم يتجمدون يحكموا روحو بيا بيا اهنا يعني اشارك معاكم طريقة تاعت تنظيف هاداك الطس تاع البلاندا غاكوشتو كيفاش كان باش يعني نطفوه بكل سهولا نديروه شوية مدافين زدوه شوية من سائل غاسلتها الاواني اديانا ونعود نخلوه يتخلط يعني في البلاندا وشوفو كيفاش يعني يتنقى منعيو راحنا موالو واحد الطريقة بخاتي يقبل بزاف يعني جربوها اخيتي ما شاء الله بدون جهد ولا تعب ولا اتمر ميدا طريقة بزاف هايلة في تنظيف الوعاء تعالخلط شوفو لي هاديك اللا تكستر شوفو لي تاني اللون الريحة المم البانا اللي درناه بتقدرو تستغنو عليه واذا كان درتوه راح يعاوننا بش يزدي مدنا هاداك القاوم الكريمي نلت زيني بقى اختياري انا زينت شوية لوز ايفيلي كان عندي وشوية من هادا هادا اللي نديرو فوق لي غلاس هاكدايا درت شوية من فوق انا كان عندي فخيجة اللي كنت شاركتو ديجا معاكم من قبل اللي راهوا بالذوق تاع الفارولة وهايلي كانا الناتيجة ديجلاس صنع منزلي بذوق الفارولة والله هي لبنات طوب جو طوب يعني وصفة تستحق التجربة خاصة وانو يعني ما فيهاش بزاف مكوينات حتى الحلاوان تومة اللي تحكموا فيها وهذا يعني على حسب الكمية تاع غبرت الشانتيه باش ما يجيكمش حلو بزاف ما تكترش غبرت الشانتيه انا كي مشتو معايا درت نص كاس جا يعني هايل في الذوق ديالو ولي غلاس كيكونوا مشي حلوين بزاف يعني استقوني قد ما تاكلوا منهم ما يقهموش هذه يا خيتي وصلنا لنهاية على فيديو تعنات عن نهار اليوم الوصفة عن نهار اليوم قمة في البنة لازم تجربوها شاركوني تطبيقاتكم كيما قلت لكم على صفحتي على انستغرام قلكم شاهدكم في الجنات هلا في صحتكم احبكم في الله في امان الله